يعاني سكان حي البساتين ببلدية عين الأشياخ ولاية عين الدفلة من عدم تام لمظاهر التهيئة والتنمية كاهتراء الطرقات والتي أصبحت هاجساً يعكر صفوح حياتهم اليومية احنا نشدنا رئيس البلدية ورئيس الطائرة وعلى رأسهم سيدة الوالي وعدونا وعدونا وعود كاذبة عندنا ثلاثين سنة الطريق ما تعبتش احنا عندنا مشكل ومريض باش تخرجوا لازم لك ترفضوا فعلى باب راه جاي وقت الشتاء ذوك ما كش ليفوت الحملة تهبط علينا من كل جيهة تخسرنا نخدموها احنا بدراها منها رئيس بلدية عين الأشياخ حكد لشرق نيوز بأن مصالحه على صدد القيام بالتهيئة بعد الانتهاء من الأشغال ان شاء الله بعد الانتهاء من هذه الأشغال تأتي المرحلة الأخيرة وهي تهيئة إذن الشيء الذي نركز عليه حي البساتين إن شاء الله يكون ربما من الأوائل لأن هذا المكان هو أقدم مكان في بلدية عين الأشياخ وهو الذي سيسبب الأوحال الأطربة في المدينة ويعتبر حي البساتين من أقدم الأحياء في بلدية عين الأشياخ إلا أنه لم يستفد بعد من حقه في التنمية